العلماء اختلفوا من حيث اتجاههم هناك من اعتمد على المفهوم العقدي فكان تعريفه قاصراً لأنه اتخذ جانباً معين وهناك من اتخذه على الجانب الفقيه فقط فكان قاصراً والأصل والصواب والله أعلم أن الجمع بينهما هو الصواب ولهذا أن التعريف الذي ربما يكون صالحاً هو من استولى على الحكم بغير وجه شرعي وتمكن الناس وغلب الناس وأقروا له وأذعنوا له ثم الشرط المهم ثم بايعوه ثم بايعوه إذن محترزات التعريف هو أن يكون هناك تغلب بالقوة بغير وجه أذعنوا له الناس بايعوه وأقروه وغير ذلك